ما سألتش نفسك ليه لما بتيجي تلمس كيسة الكمبيوتر في بعض اللي حين بتحس بلاسعة كهربية كده بتكون خفيفة من صغيرة او انك لما بتيجي تمسك شاشة الموبايل التاتش بتاعك لما بتمشي بيدك او بصابعك فالموبايل بيستجيب معك او شاشة بتستجيب معك اما لو جيت بضفرك بس من غير ما يلمس جلدك مش هيستجيب معك او باي حاجة تاني زي مثلا قلم او مصطرة او اي حاجة قطعة تاني بلاستيك او خشبية و جيت تعملها مش هيستجيب معك فترى ايه السبب والسر في كده بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي تقدر تفرغ الطاقة الكهربية السكنة في جهاز الكمبيوتر بتاعك بكل سهولة ونشوف بعض المعلومات والنصائح اللي لازم تاخدها في الاعتبار اثناء التعامل مع قطع ومكونات الجهاز بتاعك عشان ما يسببش لها ضرر في المستقبل او تلاف بعض المكونات اثناء التعامل معها لما بتيجي تنظفها او تيجي تخلعها وتركبها ففي بعض الملاحظات اللي لازم تاخدها بالاعتبار اثناء التعامل مع بعض القطع دي او مع قطع جهاز الكمبيوتر بتاعك اولا بعتذر عن صوت اللي انه مفهومش هي عشان كده مكنش بنزل دروس الكام يوم اللي فاته دول وهي خلونا ندخل في الموضوع على طول ونعرف ايه هي اصلا الكهرباء السكنة دي وايه هي الضررة الكهرباء السكنة دي لما بتيجي تسلم على حد في بعض الاحيان فبتحس ساعات بلاسعة كده او صدمة في الجسم بتاعك او ممكن ساعات بيقابلها لما بتيجي تتخبط فكوعك في اي جسم او اي حد ممكن تتخبط فكوعك فتحس بانتفاضة كده في جسمك بسبب بعض الشحنات الزايدة او الكهرباء السكنة اللي موجودة في الجسم بتاعك فهي بتتفرغ في الحالة دي وبرضو بتلاحظها او هتلاحظها لما تيجي تلمس جسم معدني خاصة الكيس بتاعة الكمبيوتر بتاعتك في بعض الاحان لما بتيجي تلمسها تحس برضو بلاسعة او صدمة في الجسم بتاعك فبتكون الشحنة قليلة او المقدار بتاعها قليل وسبب وجودها في الغالب هو بعض المكثفات اللي بتكون موجودة عندك في الماثر بورد او اللوحة الام بتاعة الكمبيوتر لانها بتكون شغالة فالمكثفات دي بتطلع بعض الفلطات او بعض الجهد الزيادة فبالتالي ما بتلاقيش مكان تفراغه فيه فبتروح تتوزع وتنتشر في الكيسة بتاعتك فبالتالي لما بتيجي تلمسها فبتتفرغ في جسمك انت فعلشان كده بيكون بعض الاجهزة بيكون متوصلة بباور سابلاي بيكون الفيشة بتاعته فيشة ثلاثية فبتكون متوصلة بتلات اطراف الطرف الاول ده متصل بخط الكهرباء الحي او الخط الساخن زي ما بقولوا عليه والطرف التاني متوصل بالخط النيوترال او المتعادل والطرف التالت اللي يعني اغلبنا ما بيدلوش اهمية قوي هو الخط الارضي مع انه مهم جدا جدا والطرف التالت ده بقى هو المسؤول عن تفريغ الكمية او الطاقة الكهربية الزي ده او الشحنة الزي ده للارضي ومفهوم الارضي او التقريض باختصار هو ان يكون فيه طرف عندك في الفيشة متوصل بالارض نفسها لعمق مثلا نص متر لتحت او متر لتحت ومتفون عليه بحيث اي شحنة زيادة في الكهرباء عندك تتفرغ في الارض لان مقاومة الارض بصفر ما فيش مقاومة في الارض فبالتالي الكهرباء عشان تمر في اي جسم لازم ما يكونش فيه مقاومة فاجسمنا فيها مقاومات والاجهزة الكهربائية فيها مقاومات والسلك بتاع الكهرباء فيه مقاومات عشان كده فيه مناطق او قطع حساسة فيه الماثربوردة او القطع الالكترونية او كارت الشاشة فبيكون فيه قطع حساسة ماينفعش تلمسها بيدك لان جسمك او جسم الانسان بيكون فيه كمية كهرباء زي ده هي ما بيكونش كبيرة او كمية كهرباء سكنة ما بيكونش كبيرة ولكن في بعض الاحيان جهدها بيكون اكبر من جهد القطعة اللي انت هتلمسها دي فممكن يحرقها يعني انت ممكن بيدك او صابعك بس لو لمست قطعة الكترونية فالقطعة دي ممكن تتحرق بمجرد لمسك لها فيفضل قبل ما تمسك اي قطعة الكترونية حساسة من القطعة دي لازم تفرغ كمية الطاقة اللي في جسمك بانك تلمس مثلا اي جسم معدني كبير بحيث ان الطاقة اللي في جسمك تتفرغ ليه او يلاقي حاجة يروح يسرح فيها فما يكونش فيه كهرباء زي ده في جسمك عشان ما تأثرش على القطعة الالكترونية وتبوضها او تسبب اي عطل فيها طيب هل الكهرباء السكنة دي عمجردنسي ممكن تموت حد او تسرق حد او تسبب له ضرر كبير بالغالب اللي موجودة في اجهزة الكمبيوتر ما بتوصلش تقريبا لخمسة من عشرة ميلي امبير ودي قيمة صغيرة جدا جدا هتقدر بس او من خلالها بس هتحس باللسعة او الصعقة اللي ايه خفيفة اوي دي اللي احنا قلناها في بداية الفيديو فبالتالي مش هتأثر بشكل كبير اوي ولكن دايما بيفضل ان انت تعمل موضوع التقريب ده كان زمان لما بتيجي او لما كنت اشتريك كيسة في بداية الفينات كان بيجي معها سلك كده في طرفين فما كنتش ببص في الكاتالوج او السلك ده بيعمل ايه كنت بشبكه بس كده في الحتة بتاعت المروحة بتاعت الكيسة او اربطه في المفاك بتاعت الكيسة نفسها واسيبه عادي كده متوصل على المكتب بتاعي فالموضوع كان الحقيقة غلط لان كان مفروض اوصل طرف في الكيسة في اي حتة في الكيسة لان كلها متوصلة ببعض والطرف التاني اوصله بالارضي وممكن على فكرة لو ما كانش عندك ارضي فممكن تعمل بصمار في الحتة عندك او لو انت كنت ساكن في الدور اللي فوق فممكن تعمل أرضي من السلك أو السيخ اللي هو بيكون في العمدان ده لأن السيخ أو السلك ده بيكون واصل لحد الأرض في عمك معين فبالتالي السلك ده ممكن تعمله أرضي تاخد منه سلك معين وتوصله بالسلك ده أو الطرف ده تاخد منه أرضي لأي جهاز عندك طيب لو الموضوع ده منفعش معاك ممكن توصل السلك ده بأي مصورة مية موجودة عندك لأنهم برضو بيكون متوصلين في الحطان ومتوصلين بالأرض وممكن تشتري كفازات اسمها الستاتيك انتي ريس باند تقدر من خلالها او من خلال الكفازات دي لو لمست الجسم او لمست القطعة دي فكمية الكهرباء السكنة بتتفرغ من خلال الكفازات دي كده بعرفنا مفهوم الكهرباء السكنة واضرارها وازاي تقدر تتخلص منها وازاي تقدر تعمل موضوع الجراوند او التقريض او انك تعمل سلك ارضي علشان نظام الامان بتاعك لجهاز الكمبيوتر او التلاجة او الغسالة او تلفزيون كل دي اجهزة كهربية ومفروض اصلا يكون مهندس الكهرباء او الكهرباء اللي عمل لكم البيت او اللي عمل الكهرباء بتاعت البيت يكون عامل حسابه في موضوع الارضي ده حتى لو جيت تخرج برا في المصانع او المعامل هتلاقي دايما كده واخدين سلك كبير ومتوصل به الجراوند او بالارض عشان موضوع تفريغ الشحنات ده طيب دلوقتي بقى ازاي نفرغ الطاقة الكهربية السكنة من قطع الكمبيوتر او من الكيسة بتاعت الجهاز بتاعي هتيجي تفك القطع او مكونات الجهاز بتاعك الكارت الشاشة الرمات البطارية الصغيرة اللي شبه بطارية الساعة هتيجي تفكهم وتحطهم على الارض لمدة ربعة ونص ساعة فبالتالي الكهرباء هتتفرغ منهم وممكن تلاحظ لو جيت تجيب مفك تست بنقول عليه تست بيتحط على او لو جيت لمست جزء معدني من القطع دي فممكن تلاحظ في ان اللمبة فيه نورت شوية فده دليل على ان في وجود شحنة في الجزء او القطع اللي انت لمستها دي كمان في بعض الاحيان ممكن تلمس برضو المفك ده في جسمك انت تلاقي بينور فدليل برضو ان جسمك مازال في بعض الشحنة الكهربية ازاي ده اللي المفروض تفرغها قبل ما تلمس القطع دي عشان ما تبصش او يجررها اي ضرر ومن اضرار الكهرباء الساكنة دي برضو انك لما بتيجي تشغل الكمبيوتر في بعض الاحيان موصل كل حاجة تمام التمام وكهرباء وكروت الشاشة والحاجات متوصلة والرامات والبروسيسور وكل حاجة متأكد منها مية في المية لكن لما تيجي تشغل الباور بيقوم معاك الجهاز ما فيش اي مشكلة واللمبة بتاعت الشاشة بتنور ولكن نور اصفر في الغالب وما بتجيبش اي داتا او اي بيانات فتكهرباء الساكنة ممكن تكون سبب من الاسباب اللي ما بتخليش الشاشة تعرض اي بيانات فبالتالي هتضطر تفك الرامة او تشلها تاني او تفك البطارية الصغيرة وتحطها او تفرغ الطاقة اللي فيها او كارت الشاشة او قطع المازر بورد اللي موجودة عندك في الجهاز فبالتالي لازم تاخد في الاعتبار موضوع الاستاتيك الكتريسيتي او الكهرباء الساكنة ده علشان تفرغها وكمان برضو عشان منساش مفروض تعمل لما تيجي تعمل موضوع التفريغ ده تشغل زرار الباور تدوس عليه مرة كده او تكون فصله الاول فبالتالي هتيجي تدوس عليه مرة هتلاقيه يعني عمل واميد معك او بربش معك كده فدليل برضو ان كان فيه كهرباء زيادة وتفرغت ده بعد طبعا ما بيكون شايل كبل الباور وشايل القطع بتاعة الجهاز فكل دي حاجات لازم تحطها في الاعتبار انك تفرغ الكهرباء او الشحنة الزيادة من القطع بتاعة الجهاز بتاعك اخينا بقى بعض المعلومات والنصائح خلونا نختم بيها الفيديو زمان انا صغير كنت مود من اروح اجيب المسامير او المسمار واحطه في البريزة بتاعة الكهرباء فكنت دايما اجيب مسامير كبيرة او حاجات كده اي سكينة مثلا واجه احطها ما بتدخلش لحد ما وصلت ان جبت اه مسمار صلب تقريبا وفاكر يلوم ده كويس جدا وروح تحطه يعني بصت حولي عشان اشوف في حد ولا لا فيعني كنت كده ايه حاسس ان انا بعمل حاجة غلط فعلا فروح تجبت المسامير وحطيته في بريزة الكهرباء فاتصعقت جامد قوي ولقيت نفسي واقع على الارض فعلا انا مش ناسي اليوم ده والحمد لله ان ما فضلتش ماسك المسامير او ما فضلت ماسك في الكهرباء كانت مصتني وما كنتش عملت القناة دي ولا شفتوني خالص في حياتكم ولا شفتوكم اصلا فالحمد لله كان الموضوع اصلا كنت في ابتدائي حاجة زي كده فكانش اوى بقى او ادمان يعني حتى العائل الصغيرة عندي دلوقتي مدمنة ان هتروح للبريزة بتاعت الكهرباء عشان تدخل صابعة فيها علشان كده الناس اللي عندها اطفال صغيرة خلي بالكم ما تخلوش الفيش بتاعت الكهرباء صغيرة او في المستوى اللي يوصل ليه الطفل وكمان في فيش دلوقتي او بريز ما بتكونش الفتحة بتاعتها مفتوحة بيكون لها سددة كده بحيس لما تيجي تحط الفيشة تفتح معك بسوسة كده ده علشان لو كان مستوى البرائز او فيشة الكهرباء في مستوى يوصل للطفل فتستخدم اللقم او البرائز دي لان مقاومة الجسم مش كبيرة لدرجة انها تقاوم متين وعشرين فولت في الكهرباء خاصة كمان ان الطفل الصغير بيكون مقاومته اقل من الطفل الكبير كمان هو هيروح للكهرباء هيروح لها حافية مش هيروح لها لابش شب شب فعشان كده بيقولك لما تيجي تغير لمبة او تيجي تعمل حاجة فيك هيروح ما تكونش واقف على سطح معدني او واقف على البلاط لان الصعقة تكون اشد من انك لو لابس شب شب او لابس جزمة او رجلك على خشب فكل دي حاجات لازم تاخدها في الاعتبار كمان لو يعني لو هنفرض ان انت المقاومة بتاعتك خمستاشر وجيت تلمس حاجة المقاومة او الجهد بتاعها اكبر من الخمستاشر دي فبالتالي الجهد هيخش في الجسم بتاعك فايك هربك اما لو كان الجهد اقل من الخمستاشر دول فبالتالي مش هيقدر يوصل ليه الجسم بتاعك لان مقاومتك اكبر طبعا عشان كده موضوع الارض دوت بيفرغ فيه الشحنات لان الارض زي ما قلتلكم مقاومتها زيرو عشان كده الكهربا ما هتصدق تخش في الارض فهتنتشر الارض كده كده مش تحس بحاجة فهي دي طريقة تفريغ الشحنات او الكهربا ازاي ده كمان هسيب لكم رابط تحت الفيديو في بعض المعلومات على موقع تكنو عربي لو حابين تكملوا الموضوع وتعرفوا معلومات اكتر عن ده بكل بساطة كان شرح الموضوع يا رب اكون افدتكم فارت لو استفدت من الفيديو او شايف ان غيرك ممكن يستفيد بيه تدعمني بانك تعمل لايك وشير للفيديو ما بين اصدقائك علشانك كل يستفيد من الموضوع ولأ اول مرة تشوف الفيديو من خلال القناة ياريت تشرفني بانك تعمل سبسكراب اشتراك من القناة من الاي اي اكتراحة سبولي مع التعليقات او من خلال التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليك فاسر عقد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته